وفي سنة 2021 يخرج هو هذا الرئيس الأوكراني حين كانت الحرب ما بين غزة وما بين الكيان الصهيوني يخرج ويتباكى على الكيان الصهيوني في سنة 2021 هناك تغريدة أظن تغريدة لباكستاني لباكستاني ماذا قال يعني حتى الفلسطينيون ليس فقط التغريدة حتى الفلسطينيون كانوا يقولون بأنه يعني لننتظر كيف إذا دخلت روسيا إلى أوكرانيا ستصابون بنفس ما نحن نشعر به فنحن يعني كالشعب العراقي والشعب الفلسطيني حين الآن ينظر إلى هذه الأمور ويرى كيف أن الأوكرانيين يخرجون والآن يصبحون لاجئين والطائرات تقصف نحن نقول لهم ماذا تستشعرون اليوم كيف اليوم أنتم تستشعرون بهذا الاحتلال حين ترون الأطفال تقتل والدبابات تصعد فوق الأبرياء عندكم في الشوارع في السيارات وتأخذ مدنكم وتدمر يعني عواصمكم هذا الذي نحن كنا نستشعره فالنظرة الشرعية اليوم نحن فيما نراها نظرتنا على ما يحدث الآن في روسيا وفي أوكرانيا وأيضا أصابت هذه النار الاتحاد الأوروبي هذه هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى والعقوبة من الله سبحانه وتعالى لا تستلزم أن تأتي في مباشرة قد تأتي لسنوات